المتسابق الوحيد الذي حقق الفوز في ولايتين خلال انتخابات الأمس التمهيدية هو السيناتور الديمقراطي عن ولاية فيرمونت بيرني ساندرز حيث تغلب على منافسته هيلاري كلينتون في ولايتين يوتا وأيداهو ويتيح هذا الفوز لساندرز التعويض ولو جزئيا عن فوز متصدرة السباق عن الحزب الديمقراطي بفارق كبير في أريزونا وهي الولاية التي تضم عددا أكبر من المندوبين وحصلت فيها كلينتون على أكثر من 60% من أصوات الناخبين وفي تجمع انتخابي في سياتل بولاية واشنطن هاجمت كلينتون أمام حجر من أنصارها المرشحين الجمهوريين للانتخابات منتقدة رؤى قدموها حول الأمن والسياسة نحن لا نقيم جدرانا ولا ندير ظهورنا للحلفاء لا يمكننا أن نتجاهل كل شيء ونبدأ بممارسة التعذيب مع الناس ما يقترحه ترامب وكروز وآخرون ليس خطأا فادحا فحسب بل هو خطر هذا لن يحقق لنا الأمن أنا للولايات المتحدة لتقود لا أن تتقهقر في غضون ذلك لا يزال المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة دونالد ترامب يتصدر المشهد الانتخابي بعد أن تقاسم مع منافسه تيد كروز الفوز في ولايتين بالتساوي ففي حين فاز ترامب بسهولة في ولاية أريزونا المحادية للمكسيك خسر المواجهة بفارق كبير في يوتا حيث حل ثالثا بعد السيناتور تيد كروز وحاكم أوهايو جون كيسي وكان ميت شرومني المرشح الجمهوري السابق لانتخابات الرئاسة قد طالب مواطني في ولاية يوتا بالتصويت لكروز على حساب ترامب في محاولة منه لإيقاف الزخم الذي يحققه الأخير في الانتخابات التمهيدية